رويدا تخرج جزيرة سقطرة من عزلتها وانغلاقها على عالمها البديع والمغمور في آن واحد تدشين مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مينا حولاف أمر يعني الكثير لأبناء الجزيرة البالغ عددهم قرابة 45 ألف نسمة والذين يعيشون أشبه بالعزلة فالمواصلات من وإلى سقطرة أمر ليس بالهيين خصوصا بعد أن دمر ميناؤها الوحيد بإعصارة شابالة الذي ضرب جزر الأرخبيل العام الماضي لم يتحدد بميناء ولاف الذي هو أساس المطلب السقطريين ومطلب أهل سقطرة من الزمن والذي تحقق كحلم يراودنا جميعا بأبناء سقطرة والذي نحن نسعى دائما مرارا كنا صغارا وكنا حتى وصلنا إلى هذا الحد نحن نطالب إنشاء ميناء سقطرة واليوم ميناء سقطرة سيتم تنفيذه الميناء من شأنه أن يسهم في تنشيط التجارة الملاحية في الأرخبيل كونه المنفذ الوحيد الذي من خلاله يتم جلب احتياجات السكان كما إن إعادة تأهيله ستأخذ في الحسبان احتمالية تعرض الجزيرة للزلازل والأغاصير البحرية الحماية تقريبا متر من أعلى الرصيف نفسه هذا الجهة الشرقية الطرق المؤدي نعم الجهة الشرقية الجهة الغربية سيكون فيها امتداد رصيف جديد بطول 110 متر 30 درجة 70 متر ثم يرجع 30 درجة مرة ثانية 40 متر حتى يصير مدخل السفن تدخل من الداخل عد وجود ضربة أو وجود رياح لأعوام ظلت جزيرة سقطراء تفتقد لأبسط الخدمات والبنى التحتية رغم أهمية ما تكتنزه هذه الجزيرة من ثراء في طبيعتها الساحرة والنادرة على مستوى العالم اشتركوا في القناة